علوم الصف الخامس الابتدائي حل أسئلة سين سؤال وتدرب على الدرس الأول والثاني والثالث كتاب الأضواء المفهوم الثاني انتقال الطاقة في النظام البيئي صفحة 49 تدرب على الدرس الأول واحد اختر الإجابة الصحيح واحد المصدر الرئيسي للطاقة في الأنظمة البيئية هو النبات الحيوان الشمس القمر الشمس كل مما يلي يعتبر مصدرا للطاقة بالنسبة للسكور معدة طبعا السكور أكلة لحوم الثعبين الطيور السناجب البزور ثلاثة كل مما يلي من العناصر الحية في النظام البيئي معدة الحشائش الرمال طبعا الرمال عناصر غير حية الحشائش والثعبان والأسد كائنات حية أربعة تتغزى الكائنات الحية على بعضها من أجل الحصول على المأوى الطاقة صحة الطاقة اتنين أكمل العبارات الآتية واحد تكون نقاط من كائنات حية وعناصر غير حية النظام البيئي اتنين تستخدم النباتات نقاط في الحصول على الطاقة وصونة غزاية نفسها ضوء الشمس ثلاثة تقوم نقاط بإعادة العناصر الغزائية إلى التربة مرة أخرى صحة الكائنات المحللة أربعة تعتبر الأبكار من الحيوانات أكلت نقاط أكلات العجب بينما الأسد من الحيوانات أكلت اللحوم ثلاثة ضاع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد تتغزى جميع الحيوانات على النباتات بعضها يتغزى على النباتات والبعض الآخر يتغزى على اللحوم والبعض الآخر يتغزى على اتنين مع بعض اللحوم والنباتات اتنين تعتبر السحراء من الأنظم البيئي يباره صحيح ثلاثة تختفي الطاقة الموجودة في جسم الكائن الحي عند موته يباره خطأ تعود مرة أخرى من خلال الكائنات المحللة إلى التربة أو إلى النظام البيئي أربعة يعتبر الماء والهواء من العناصر غير الحية في النظام البيئي يباره صحيح أربعة اذكر مكونات النظام البيئي كائنة حية إنسان حيوان نبات عناصر غير حية الماء والهواء والتربة خمسة بما تفسر تتغذى الحيوانات على النباتات أو على حيوانات أخرى الحصول على الطاقة لأنها لا تستطيع الكيام بعملية البناء الضوي ستة ما المقصود بالنظام البيئي أي مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية وعناصر غير حية صفحة 53 سينسوآي أكمل العبارات الأئتية باستخدام الكلمات المعطاة المحللة المستهلكة الأولية المنتجة النباتات الضفادة واحد تتغذى الكائنات نقاط على العجب ومنها الأرانب صحة الكائنات المستهلكة الأولية اتنين تعد نقاط من الكائنات المستهلكة الضفادة ثلاثة تعتبر الفطريات من الكائنات نقاط صحة المحللة والتي تعمل على زيادة خصوط الطرب أربعة تعاد نقاط من الكائنات المنتجة على سطح الأرض صحة النباتات صفحة 55 سينسوآي ادرس السلسلة الغذائية الموضحة بالشكل المقابل ثم أجب عن الأسئلة الأتية واحد يعاد نقاط كائنا منتجا للغذاء صح العجب اتنين تنتقل نقاط من الجراد إلى الثعبان عبر الضفدع الطاقة ثلاثة يمثل نقاط أحد الكائنات المستهلكة الثانوية صح الضفدع الجراد مستهلك أولي يعني أكل العجب والضفدع مستهلك ثانوي الثعبان مستهلك من الدرجة إيه كالسالسة صفحة 56 تدرب على الدرس الثاني واحد أكمل العبارات الأتية باستخدام الكلمات بين القوسين واحد النباتات والتحالب من الكائنات المحللة المنتجة صح المنتجة اتنين تبدأ السلاسل الغذائية بكائنات منتجة مستهلكة منتجة ثلاثة السكر والأرنب من الكائنات المنتجة المستهلكة المستهلكة أربعة الكائنات التي تعتمد على الحيوانات في غزائها للحصول على الطاقة تسمى أكلات اللحوم أكلات العجب صح أكلات اللحوم خمسة يعتبر نؤط من الكائنات المستهلكة العجب أم الجراد صح الجراد العجب كائنات منتجة ستة تمثل نؤط آخر مستوى في السلسلة الغذائية طبعا محلل الطحالب الفطريات صح الفطريات سبعة تمد أشعة الشمس النبات بالطاقة اللازمة لتحويل الماء وغاز نؤط إلى سكر الجولوكوز الأكسجين ثاني أكسيد كربون ثاني أكسيد الكربون اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتين واحد الحيوان الذي يتغزى على الجراد يسمى كائنا منتجا أبدا خطأ كائنا مستهلكا ثانويا اثنين تبدأ السلاسل الغذائية بالكائنات المحللة أبدا خطأ تنتهي أو تبدأ بالكائنات المنتجة ثلاثة النحل من الكائنات المنتجة في السلسلة الغذائية أبدا خطأ مستهلكا أربعة يحصل اللقاسد على الطاقة من النباتات بشكل غير مباشر عبارة صحيح بيحصل على الطاقة النبات بشكل إيه؟ غير مباشر خمسة يعد الثعبان مثالا لكائن مفترس وفريسة في بعض السلاسل الغذائية أبدا خطأ صحيح ثلاثة بما تفسر واحد تعتبر الطيور من الكائنات المستهلكة لأنها تتغذى على النباتات بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثنين تعتبر النباتات من الكائنات المنتجة لأنها تصنع غذائها بنفسها أربعة رتب الكائنات الآتية لتكوين سلسلة غذائية أسماك الكرش تحالب سمك المكريل الحلزون أي سلسلة بتبدأ بكائن منتج تحالب الحلزون سمك المكريل أسماك الكرش خمسة اذكر مكونات السلسلة الغذائية تكون من كائنات منتجة ومستهلكة ومحللة ستة يتغذى الثعلب على الأرنب الذي يتغذى على الحشائش أي تلك الكائنات الحية يحصل على طاقته مباشرة من الشمس صح الكائن المنتج من الحشائش سبعة اذكر أهمية الكائنات المحللة إعادة تدوير العناص الغذائية إلى النظام البيئي ومع الأخرى وزيادة خصوبة التربة صفحة 58 سينسويل ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد تتكون السلسلة الغذائية من عدة شبكات الغذائية متداخلة مع بعضها العكس صحيح الشبكة الغذائية تتكون من عدة سلاسل الغذائية اثنين يوجد الثعبان في جميع السلاسل الغذائية كحيوان مفترس بار خطأ ممكن يكون حيوان مفترس وفريس في نفس الوقت تدرب على الدرس الثالث صفحة 60 واحد اختر الإجابة أصحح واحد تعتبر الزرافة التي تتغذى على النباتات في سلاسل الغذاء كائنا ومستهلكا ثانويا ومستهلكا أوليا صح رقم باء أوليا يعني أكل عجو اثنين تعتبر الفطريات من الكائنات المنتجة المستهلكة المحللة صح المحللة ثلاثة الحيوانات التي تأكلها الحيوانات المفترسة تمثل نقط في السلاسل الغذائية كائنات منتجة كائنات مستهلكة كائنات محللة كائنات وحيدة خلية رقم باء كائنات مستهلكة أربعة تنتقل الطاقة في الشبكات الغذائية من الحيوانات كائنات العجو إلى نقط أولا الكائنات المنتجة الكائنات المحللة الحيوانات كائنات اللحوم صح رقم جين الحيوانات كائنات اللحوم اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأئتين واحد تنتقل الطاقة من كائن مستهلك إلى كائن منتج العكس صحيح أبقى الخطأ اثنين تعتبر الحشرات من الكائنات المستهلكة يبارة صحيح تلات ترتبط السلاسل الغذائية مع بعضها داخل النظام البيئي يبارة صحيح ثلاثة أكمل العبارات الأئتية واحد تنتقل الطاقة من الشمس إلى الكائنات المستهلكة عبر نقط الكائنات المنتج والنباتات اثنين تحصل الكائنات نقط على الطاقة من ضوء الشمس المنتج ثلاث الحيوانات التي تتغذى على النباتات مباشرة تسمى أكلات العجب أربعة تتكون الشبكة الغذائية من مجموعة نقط متدخلة ثلاث الغذائية متدخلة أربعة صنف الكائنات الحية الأئتية إلى كائنات منتجة وكائنات مستهلكة ثكر عجب تحالب خضراء فقر البرسيم الضبضع الكائنات المنتجة عجب تحالب خضراء البرسيم المستهلكة ثكر فقر الضبضع خمسة عرف الشبكة الغذائية مجموعة سلاسة غذائية متدخلة مع بعضها ستة عالل الإنسان كائن مستهلك لأنه يعتمد في غذائه على الكائنات الأخرى سبعة كوّن سلسلة غذائية يوجد بها السكر وتحتوي على أربعة أنواع مختلفة من الكائنات الحية عجب فقر طعبان سكر ترجمة نانسي قنقر